قال نائب رئيس لجنة الاعتصام السنمي بالمهرة عبود هبود قمسيت إن لجنة الاعتصام كرست جهدها في الجانب الصحي ودعم السلطة المحلية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وضف قمسيت أن لجنة الاعتصام ستظل بجانب أبناء المهرة منوها بدور سلطنة عمان ودعمها السخي المقدم في جميع المجالات شكرا لسلطنة عمان دائما على استمرارها ووقفها دائما إلى جنب الشعب اليمني بشكل عام وإلى جنب الشعب المهري بشكل خاص هذه هدية 150 ألف كمام من سلطنة عمان هدية المحافظة المهرة اليوم تم تدشينها من قبل المجلس العام هي وصلت عن طريق لجنة الاعتصام واليوم يدشينها مجلس العام هذه الكمية هي 150 ألف كمام من أفضل أنواع الكمامات شكرا للسلطنة سلطنة الخير تستمرارها دائما في عمل الخير بالنسبة لجهاز التنفس هو مقدم من لجنة الاعتصام للمحافظة الدفعة الأخيرة التي وعدت فيها لجنة الاعتصام للمحافظة دعم هو آخر دعم كان جهاز التنفس الذي لم يكن موجود في المحافظة وكذلك لبس الأطبة من الطبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر